تماشينا مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية دي 33 أعلنت دائرة التخطيط والتطوير ترخيص بمؤسسات الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي عن أصدار أول رخصة بناء باستخدام تقنية اطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني في دبي لصالح شركات نخيل في منطقة تيلة للفرجان وقال سعدة سلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسات الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أن المؤسسات تحرص على تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية وتطور الحضري بتبني الحلول المبتكرة التي تسم في جعل دبي أيقونة متميزة في مجال البناء والعمران